الرديل تسعين تسعين هواها مصر ازل دلوقتي عشان اشتري كزا وكزا وكزا ما بجيبش اكتر ولا بجيب اقل فلما بنزل انا وهي بيبقى اسهل اه الموضوع بيبقى مارن ولما هي بتنزل معي عشان انا اشتري حاجة لنفسي بيجيبها في وقت اقل بكتير لو كنت انا انزلت الوحدي او لو كنت انزلت مع حد من اصحابي مثلا بيساعدني فهي شبهي في الحتة دي احنا بننزل بننجز يعني ما بناخدش وقت نبقى عارفين احنا عايزين نشتري ايه بسرعة في اقل وقت وفي اسرع وقت يعني لما كنت بتتسئل السؤال بتاع تتجوز من جوه الوسط الفني كان اجابتك بتبقى ايه قبل ما تتجوز الفنانة هيبه ماجده لا كان دايما اجابتك بتبقى ان انا اساسا مش هتجوز مقتنع اساسا اه خالص اه ليه هتجوز ليه عمر ما كنت مقتنع بفكرة الجواز و ايه اللي اقنعك حضرتك ايه اللي ضغط عليك لغاية مقابقة مفيش حاجة ضغط علي وقعت لغاية اما قابلت هيبه قلت خلاص هو ده اللي اتغير اه في خلال ايه قررت الموضوع والله بس انا قابلتها قابلت هيبه صدفة في الجوردان اووردس كان فيه مسابقة كده معمولة بتتعامل كل سنة فكان في 2012 وكنت مترشح لجائزة افضل مطر بعربي ساعتها بعد ما نزلت الالبوم اللاف في الشوارع في ساعتها وهي كانت مترشحة لجائزة افضل ممثلة صعدة فكان فيه فنانين كتير مسافرين وقابلتها ساعتها في 2012 في الاردن ونحن في الطيارة مسافرين من القاهرة فديه علامة اول علامة لا ديه مش العلامة بقى العلامة ان باباها كان قاعد جنبي في الطيارة فاعدنا نتكلم طول الطريق فاتصاحبنا على بعض عارفنا بعض فدخلت في عمي ونفيش كان لبارده لسه اه بس ارتحت له جدا وحبيته يعني وعدنا نتكلم مع بعض وساعتها بس هيبة كان مجرد هاي وباي وخلص الفاستفال ورجعنا مصر وما بنتقبلش من 2012 لغاية ما انا حكيت القصة دي كتير بس دايما بحب احكيها لان هي لانه ايه كانت البداية الحقيقية اما اكلمني بقى استاذ محسن حلمي مخرج للمسرحية الليلة من الف الليلة بنعرضها على المسرح القومي طبعا مع النجم الكبير يحيى الفخراني طبعا وروحت قابلت دكتور يحيى الفخراني وكده طبعا ما كانش ينفع ان انا اقول لأ يعني دي انا ادخل جامعة خاصة من غير مدفع فلوس هتعلم منه يوميا هتعلم في المسرح حاجة يعني فما كانش لسه اختاروا بطلة للعرض وكانوا محترين يجيبوا مين حد بيعرف يغني وبيعرف يمثل وبيعرف يعمل استعراضات وشكله كويس على المسرح وتبقى بطلة المسرحية اللي هي بنت دكتور يحيى الفخراني اللي بيقوم بدور الشحات اللي بيحبها الخليفة اللي انا هقوم بدوره بتقولوا انتوا عايزين اكلم هيبا بقى انتوا اللي جاييه مجادش في بالي خالص خالص لجاية اما روحت يومها بالليل كنت عند واحد صاحبي وبنقلب في التلفزيون عادي فشفت كان برنامج خيد رمضان مستضيف مروه ناجي وهبا مجدي مش فاكر عشان ايه بس فاكر انه كانت هيبا قال لها تم تسمعينا حاجة انت صوتك حلو وكده قالت له لا ما تحرجنيش وانا التمثيل واندي برد والكلام اللي انت عارفه فغنت اهو ده اللي صار واد اللي كان سايد درويش فاسمعتها وهي بتغنيها قلت ايه ده انا كنت اول مرة عارف ان هي بتغني فاقمت متصل باستاذ يوسف اسماعيل لما دولي المسرح قلت له هات قناة كزا دلوقتي وشوف اه اتفرج بس شوف بيحصل فجاب اللي قال لي اه ده هيبا ده كانت بتمثل معي في مسلسل السنان الفاديد ده بتغني وسوطه حلو يا ابن الازين ده انا هكلمها كلمها تاني يوم كانت في المسرح ماضت المسرحية قابلتها بقى في المسرحية عملنا البروفات اه تعرفنا على بعض المسرح ده بيبقى بنقضي فيه وقت اكتر ما بنقضي في البيت من الكواليس من البروفات من كل حاجة بقى اه خدنا على بعض وكده وكان اول موقف كانت جاية هي وصحبتها اول مرة تيجي المسرح وجاية بقى كنت اه دكتور يحا اتعلمت منه انه هو دايما كان يروح المسرح بدري يروح في معاد بدري جدا وانا في المواعيد دي بص يعني ضقيق جدا في المواعيد فلما روحته كنت قاعد انا وهو في المسرح واحنا قادين لوحدنا وهي جات هي وصحبتها كل واحدة فيهم معاها وردة وهما الاتنين اموا ادوا الوردتين للنجم الكبير لدكتور يحا الفخرون طبعا انا ايه طبعا انا بقى طبعا انا عايز اي حاجة هو حاس بيا فقال لي ايه لأ دي وردة ليه وردة ليك فانا قلت له لأ لو مكنتش هي جايبالي الوردة بنفسها انا مقدارش اخدها فالمهم يعني الموقف عدى وكده واشتغلنا البروفا وفي اخر اليوم دكتور يحيا روح ونسي الوردتين على المسرح فلفت لفت وانت انا واخد الوردتين معايا البيت حطيتهم في كبات مية وقمت مصور الوردتين وبعت لها الصورة على الواتساب من غير كلام عشان ايه يعني انت اكيد فاهم اه حركات شباب مصريين لطبع ولا مش مصريين عشان انا بقين لها ان الموضوع لف لف وفقالي جالي تاني يوم بقى روحت المسرح جبت بوكيه ورد كبير الورد ده وردة ابيض بعدت كل الناس اللي شغالين في المسرح معادة وردة بس حمرة في نص البوكيه وقدت لها البوكيه ورد قلت لها البوكيه ده عشانك الوردة دي بتاعتك وبقيت الوردة ده بعدت كل الناس اللي شغالين في المسرح عشان بعد كده لما تيجي تجيبي اللي دكتور يحيا وردة تكري محدش يحس بالاحراج زي ما انا حسيت دي كانت البداية بقى اللي هي حسيت ان ايه ان انا لا ده بقى مركز معايا بقى فاهمني وهي كانت بتكسف لانه احنا مفروض بنحب بعض في المسرحية وبنمسك ايد بعض وبنرقص مع بعض وحاجاج قالت ايه ده بقى ده انا كل يوم بقى يمسك ايدي على المسرح بقى وهنوعب بقى نرقص ونلف وكذا وكانت مكسوفة جدا بس طبعا بمرور الوقت تعرفنا على بعض اكتر بقيت احكيلها عن نفسي وتحكيلها عن نفسها واحكيلها مشاكلي وتحكيلني كنت ساعتها بقى بدأت اشتغل على الالبوم او كنت شغال عليه قريدي في 2015 لما تقابلنا لغاية ما تخطبنا بقى في يناير 2016 وكان احتفال كمان جوه المسرح نفسي وكان الاحتفال جوه المسرح